السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع ايمان فتيان والفيديو بتاعنا النهاردة يكون مختلف شوية شخصية كارتونية الاغلب يعرفها طبعا شخصية ناروتو بالشكل ده اه تقريبا دي تالت مرة انافذ شخصية كارتونية على الحجم الصغير ده اه حجم اه تقريبا من طولها خمستاشر سانتي تمام ان شاء الله الباترون بتاع الجسم بتاع العروسة بتاعتي هتلاقون متوفر عندي على اتسي الجسم فقط والتفاصيل اللبس والشعر والعيون وكل حاجة هعملها معاكم فيديوهات على اليوتيوب على قناتي دي ان شاء الله وان شاء الله ده هيكون اول جزء من اجزاء ناروتو شخصية بتاعتنا اه بصراحة كنت حابة نافذه من زمان جدا جدا يعني هو تقريبا قدت كاف زي شايفين زي ادي كاف الايد اه يا ربي اكون قديته بطريقة كويسة يشبه الشخصية اه ويقولولي تحت ويشبهه ولا لا لا طبعا في الكومنتات وورياكم كم جزء اه عاملها فيديو اه طريقة الشعر البندانة كل حاجة بس الجسم فقط اه هو اللي مش مجاني تقدروا تشتروه تتواصله معايا على الخاص اه هو عليه خاص من اصلا خمسين في المية بترون الجسم اه تقدروا تشتروه اه مني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي هسيبها في آآ صندوق الوصف وآآ كمان ممكن اللي حابب يشتريه على طول مباشرة من آآ برضو هسيب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف او التعليق مثبت ان شاء الله تعالى وآآ آآ اعمل لكم فيديوهات زي دي متنوعة لشخصيات كارتونية واحب اعرف رأيكم في النوعية دي من الشخصيات تمام وآآ باذن الله نبدأ فيه اول حاجة من الشخصية وهي الملابس بتاعة آآ ناروتو ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض اول جزء يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم آآ طبعا زي ما ذكرت ان البترون هو ده شكل البترون بتاعي بتاع الجسم بالشكل ده زي حضرتكم شايفين البترون عليه خصم آآ خمسين في المية بترون الجسم آآ فقط وآآ الخامات اللي هنستخدمها في اللبس بتاعنا آآ طبعا زي ما انتم عارفين انه العروسة دي طولها حوالي اربعتاشر سنتي لو اتعاملت بالخط آآ هيطلع معي حوالي اربعة وعشرين سنتي آآ تمام آآ فانا هستخدم الخيط علشان ده بالفوريفر هستخدم برضو خيط فوريفر للملابس بتاعة العروسة بتاعتنا وهستخدم الخيط ده لعمل الشعر الصوف خيط صوف لعمل الشعر بتاع الشخصية ولون ابيض ولون آآ كحلي آآ تمام اول حاجة هنبدأ فيها هي آآ بنطلون او اللبس بتاع الشخصية بتاعتنا اللون ده اوريكو على رقمه ده رقمه هو آآ برتقاني اصفر غامق كده يعني تمام هنبدأ نعمل آآ الملابس او البنطلون اول حاجة هنبدأ في البنطلون بتاع الشخصية بتاعتنا هبدأ اعمل سلسلة آآ سلسلة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشر احد اخر اتناشر ا ثلاتتاشر اربعتاشر خمسة ستة ستي ستة سے ستة 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 قماء كده قمية ١١١ ١١١٧ الرجل بتاعتي. هاجي على الرجل بتاعتي كده. غلفها. وابدأ اشتغل. اقفل السلسلة بتاعتي وابدأ اشتغل ادوار. ادوار. ستة. بس انا بشوف هنا. اول الخط بتاعي. بالشكل ده. وابدأ بقى اشتغل. ورس حشو. في اول دور كده. تمام? وهكمل بنفس الطريقة. لغاية. هخلص الدور ده وارجعلكم في الدور اللي بعده. كده هبدأ اه خلصت الدور بتاعي هبدأ بعد كده اشتغل ادوار سبتة لغاية ما اوصل هنا كده على سبعتاشر غرزة. والحكاية التانية بنفس الطريقة. يعني هعمل هنا الرجل وهنا رجل. وبعد كده نيجي هنشبك اه بعد كده ووريكم التفاصيل اللي اللي هنعملها على اه البنطلون بتاعنا. تمام? فانا هكمل لغاية ما وصل تقريباً لهنا كده. قبل ما يعني حاول يعني حين كده بإذن الله هخلص الاطور بتاعتي. وارجع اقول لكم انا عملت كم دور بالزبط. واشوف ان شاء الله الخطوات اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد ما خلصت الرجل بتاعتي. بس حابة انوح على حاجة. آآ يفضل ان انتو تزودوا عدد الجرز من الاول خالص. آآ زي ما انا قلت. يعني تزودوها لو هي كانت خمستاشر تزودوها اكتر من كده لو عشرين هيبقى حلو. لان الشخصية كمان بتاعتنا البنطلون بتاح واسع شوية. وهنضطر ان احنا نتنيه من تحت. تمام؟ هنتنيه من تحت بالشكل ده. بس هقول لكم الاول انا عملت كم دور. عملت حوالي الدور الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. تمام؟ عملت اتنين وعشر. وهي هبدأ بعد كده. طبعا زي ما قلت هنتنيه من تحت بالشكل ده. كده. طبعا التفاصيل اللي بقية هقولها لكم بس لما انخلصت البنطلون بتاعنا. وهي هبدأ بعد كده. ادخل في الغرزة من البنطلون التاني من الرجل التانية. وابدأ اشتغل حشو. تمام؟ ابدأ اشتغل حشو كده. اكمل لغاية موصل للامام. بانطلون بتاعي. اشتركوا في القناة 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 او دورين اه من اللون الازرق اه والكحلي وبعد كده كملت شغلة عادي تمام عملت ادوار سابتة اه باللون ده واحد اللي هو الاصفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر وممكن نزود عليها كمان دورين اه بس الاول هنيجي نعمل الحركة بتاعت بتاعت الجاكت من فوق او نحظة واحدة هجيب اللون الابيض بتاعي علشان اعمل الكولة بتاعت الجاكت بتاعي بتبقى باللون الابيض هبدأ اجيب اللون الابيض بتاعي وابدأ هعمل سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام سلسلة بعشر غرس كده وابدأ اشتغل في اول سلسلة حشو كده حشو حشو طريقة دي تمام بعد كده هرفي الشغل بتاعي واشتغل في الغرزة الخلفية حشو برضو حشوف الغرزة الخلفية تمام ممكن نطول اللي بتاعي لان انا لسه دي تجربة فالمفروض ان انا هعمل نفس الحركة دي هلفي الشغل واشتغل في الغرزة الخلفية وهكذا لغاية معمل طول بنفسه طول عدد سلاسل الرقبة اللي انا عملتهم اللي انا عملتهم في البداية في الجاكت نبقى كده هو بالشكل ده أنا عملت عشر سلاسل بس ممكن احتاج ان انا ازود في نجي كتجربة يعني فهجربها واشوف ان عدد السلاسل ده هينفع طبعا هنيجي بعد ما نخلص كل الأدوار على هنعمل آآ هنعمل الكلة بتاعتنا دي اللي جاية ما نوصل للطول اللي هنا كده تمام بعد كده المفترض بنا ان احنا هنخيطها على الجاكت بتاعنا من فوق كده هو تمام وهارجعلكم بقى بعد ما هكون خلصت الطول بتاعي وهنسبتها مع بعض وكمان آآ طريقة الكومة بتاعنا هنبدأ نعمله باللون الاصفر وهنمشي على كل غرزة من الغرز دي كده وهكمل وارجعلكم وقول لكم انا عارتي بصد اللي يا رحمن الرحيم كده بعد ما خلصت آآ كده بعد ما خلصت الكلة بتاعتي هاوريكوا طريقة تركيبها عملت كم دور بقى على خمستاشر غرزة على فكرة على خمستاشر غرزة حشو مش عشرة آآ آآ لان انا بعد كده هبدأ اتنيها بالشكل ده حوالين الرقبة بتاعتنا آآ فعملت كم دور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هداشر اتهتشرب اربعة عشر خمسة ستاشر سبعة عشر تمنتاشر تسعة عشرين اتنين وعشرين تلتعشرين خمسة و、「수가هشرين ستة وعشرينfore wedding viktigní ستعشرين ثلاثين ثمانية وعشرين تسع عشرين تلاتين حوالي تلاتين واحد تلاتين وعشر دور تمام وعملت الكمي بتاعنا غرز حشوة عادية على عشرين غرزة فبدأت بعشرين غرزة وبعدين عملت سبع عشر دور بالشكل ده وهنتنيه من تحت. هنتنيك كم بتاعنا بالشكل ايه. جاي كده. تمام? بس هجيب بقى الكل بتاعتي دي. وهبدأ اخيطها. هبدأ اخيطها. بالطريقة. بالشكل ده كده. من جوه كده. هبدأ اثبت الكل بتاعتي حوالين الرقبة. كده هوا. طبعا يفضل بيبقى لون آآ كحلي. هبدأ اخيطها من جوه كده. اتغيرت طبعا اللون. بتاعي. وابدأ امشي. بالخياطة كده اللي لقيت اخر. ماوصل للطرف التاني. بتاعنا. كده بعد ما خيطتها بالشكل ده هبدأ بس هوريكم الشكل اللي هايبقى عليه. تمام? بسم الله. طبعا لسه هنعمل. هنعمل حاجة مهمة للنقطة دي كده. هيبقى بالشكل ده كده. بس لسه هنعمل في النص. آآ آآ سانا اقول لكم عليها. هنكمل في النص كده بالبرتقاني. وهناخد معايا الكل اللي احنا عملنا هدي. ازاي? بالشكل ده. هجيب اللون البرتقاني. بتاعي. وهبدأ اشتغل. هشتغل كده. هبدأ اشتغل كده هوا. حشو. ليه? النهاية. نهاية الكلة بتاعتنا. هوريكم ازاي. هنمشي بالطريقة دي. حشو كده. هنمشي بالطريقة تأثير. okay that? نكمل بسم الله نعمل حشو يعتبر هذا الجاكت في تفاصيل كثيرا لكن لا يوجد مشكلة بعد ذلك نلف الشغل ونعمل دورين بنفس الطريقة نعمل دور كمان بنفس الطريقة والنحية التانية برضو اعمل فيها نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا وهرجع لكم في اخر نقطة في الجاكت بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد ما خلصت تلاتة هنا وتلاتة هنا تلاتة ادوار بس هوريكم الشكل طبعا دايما نعمل اي شخصية نقيس نقيس واحنا بنشتغل تمام هيبقى عندنا بالشكل طبعا هنخيط كل ده المفروض هنخيط الجزئية دي كلها مم وبعد كده هنتنيها بالشكل ده كده ونخيطها تمام؟ يبقى عندنا الشخص الشخصية بالشكل ده كده تمام؟ نخيط كل ده طبعا وبنرجع في اخر حاجة هنعمل باللون الكحلي دور تحت هنا كده هو بعد ما خلصت وهتنيها زي ما انتو شايفينها بالشكل ده كده تمام؟ دي شكل دي شكل الكولة بتاعتنا هجيب بقى اللون اللي هو الكحلي ويبدأ 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 اشتغل في الجرزة من الخلف كده اشتغل حشوة عادي طريقة دي واضح ولا لا اهيو كده اشتغل في الجرزة الخلفية بالشكل ده بالشكل ده زي ما انت شايفين هيبقى بالشكل ده لغاية ما خلص في الجرزة ويكون الا اه الاوتسيت بتاعنا خلص بسم الله الرحمن الرحيم كده انا بعد ما خلصت اه تفاصيل النهائية بتاعت اللبس بتاعي دي كلات اقدرت عملوه بالوان الاكريليك هذا هو عبارة عن خطر الماضي لكي يديني شكل السحاب وهي عبارة عن قطعة عملتها حشو ثلاث أدوار وبعد ذلك لفتها حوالي الرجل بتاعتي بالشكل حسنا ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتعلم كيف نفعل الشوز ولو عجبكم الفيديو طبعا اهم حاجة تضع الصورة جنبك وانت تعملي كل التفاصيل دي لان هي اللي بتوضح لك الشخصية اكدر فشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ولو عجبكم الفيديو انت سيجدوا تضعوا لايك واشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس لو انت لسا مش مشتركين واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته